سحيكم و اهلا بكم الجديد في هذه الحلقة من اجراء الكلام والتي سنسلط الضوء فيها على ما اذا كان اللواء عمر سليمان قد توفي بالفعل او نصدق من يقول انه لا يزال على قيد الحياة وينتظر الوقت المناسب للظهور مجددا معي في هذه الحلقة الدكتور محمد عنتر وهو مدير حملة اللواء الراحل عمر سليمان وهو من قام بدفن اللواء شخصيا اهلا بك اهلا دكتور والى جانبي ايضا الكاتبة اناس الشربجي والصحفية ايضا وهي تعتقد بان عمر سليمان لا يزال حيا اما الضيخ الثالث معي في هذه الحلقة فهو الكاتب الصحفي محمد الباز وهو صاحب كتاب العقرب السام عمر سليمان جنرال المخابرات الغامد وهو الكتاب الذي يرصد خلاله رحلة عمر سليمان الشياسية والمخابراتية اهلا بك اهلا نبدأ من عند الكاتبة اناس الشربجي ما الذي يدفع بك للقول ان اللواء عمر سليمان لا يزال على قيد الحياة وهو ينتظر الفرصة المناسبة للظهور مجددا اولا اذا اتفقنا ان عمر سليمان رجل غير عاجي يعني اه على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ولا علاجي يعتبروه الرجل الثاني في المخابرات العالمية اه من هو رجل الاول اه ما اعرفش اه اه عمر سليمان التركيبة والقصة والفيلم والسيناريو بتاع موتو اه كان غريب جدا جدا اه ابتدنا بتعرضه لبعد ما مسك نائب رئيس جامورية اتعرض لمحاولة اختيال ويكذبوا الخبر اه فجئنا ان عمر سليمان اه سافر المانيا وعارض من المانيا ثم اتجه الى الامارات ومن الامارات الى امارات الى امريكا ده اللي احنا القصة اللي احنا شفناها لكن لمانيا نبص بق ظروف طريقة التركيبة طريقة الموتة مش عجبانة مش مقتنعين بيها بمعنى ايه انه سافر في الامارات لامريكا 16 ساعة او 15 ساعة وبعدين رجعي تاني يوم وبعدين اتدفن بسرعة ان انا قدشن قيمة زي عمر سليمان وبسرعة بهذه السرعة دي فيها شك لان عمر سليمان كان له مؤيدين كتير جدا جدا من قبل صورة 25 نادي كان طلعت حملة بلا جمال بلا اخوان احنا عايزين عمر سليمان فكان محبوب جدا عن مستوى الشعب ولكنه كان رجل صامت ما بتكلمش لما انا اعطى اتفرج لقيت انه هو في في قناة فوكس الامريكية المجيع بتقوله ولما كان نائب رئيس جامهورية قالت له انت حضرتك بتتمنى انك يعني او يعني تطمح انك في رئاسة مصر لا لا مش عايزة بقى رئاس مصر انا خدمت كتير جدا في مصر وانا قمت بوجبي كرجل مخابرات وانا لسته رجل يعني في هذا المرحلة بقى رئيس جامهورية يعني هو قناعته انه هو مش عايز بقى رئيس جامهورية اولا هو اولا هو عمر سليمان صندوق مبهم ومشير جدا 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 لانه على علم التام وكامل بعلاقات الاخوان من 2002 وعلاقات حماس وعلاقات فتح وكان ماسك ملف القضية الفلسطينية وملف القضية الفلسطينية الاسرائيلية والفصائل لما قعدوا وبدأ انه هما يعودوا على طرابيزة ويتفاوضوا بعدم الاقتطال واكبرهم على حاجات وتم فعلا اعملها قضية شاليته والالف اثير الحل يعني كان راجل راجل مش يعني مش رئيس جامهورية راجل اقوى لانه ده رجل مسؤول على امن دولة بس الحد الوقت بعد ما قلتلنا ليه يعني ايه الدليل على انه لا يزال على قيد الحياة كما تقولون انا اتفرجت من سبع شهور او ست شهور على قناة عربية ولو ممكن اقول اتسمعها قناة الغد الاماراتية نعم كانت فيه موزيع عاملة حلقة بالزبط كده بس انا مش فاكرا اسمها ملك ايه ملك دي كانت عاملة حلقة على دور المخابرات المصرية في تأمين الامن القومي النصري وكانت تستضيف في هذه الحلقة احدى الوقات المخابرات وبيتكلموا عادي على التأمين وا 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 الى ذلك وفي نص الحلقة راح اتقالى طب انت مقتنع ان عمر شليمان عايش ولا ما عايش الراجل اتخذ من السؤال ارتبك ارتباك شديد جدا 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 وقال لها انا ارفض ارد على هذا السؤال قال له تسأليلي هو مش في مجاله في الحلقة قالت له انا عندي ما يثبت بالوثائق انه عايش فقال لها انا متكلمش في الموضوع ده بعد كده جات لي ايام بعدها بفترة بسيطة جدا البنت دي او الموزيع دي اتحولت لتحقيق من جهة امنية واللواء بردك حقق معاه ومنع من الظهور على المستوى الاعلامي والقناة فصلتها وما فيش ولا قناة عايزة تشغلها واحتمال تكون متفقه مع قناة حاليا عربية بتعمل ملف كامل لاثبتات انه عمر سليمان عايش ما متش على فكرة بس بين هلالين ملك نحن اتصلنا بملك واعطتنا موافقة للظهور معنا في هذه الحلقة واخبارنا عن حقيقة الذي جرى وما اذا كانت تمتلك وسائق او لا وقالت انها ستأتي بالادلة وكل هذا الموضوع وقبل الحلقة بايام قليلة غابت تماما عن السماع لم تعد ترد على اتصالاتنا ولم نعد نعرف عنها اي شيء يعني حتى هذه الحلقة لم يعد هناك من اي اتصال بملكم والحلقة منعت كمان يعني الحلقة المفروض كانت الحلقة بتاعتها هوى المفروض بتتعاد ما تعدتش منعت تماما اذا اخدنا كل لا لست حاجة تنى فضل نيجي نشوف ان قصة المستشفى كليفلند وموتوا في المستشفى والتقارير الطبية وعينات التحاليل محدش اطلع عليها خاص رفضت ادارة المستشفى ان هي اطلع تقارير الطبية لعمر سليمان نظام المستشفى هي اصدرت قالت ان حدث موت سياسى بارز خلاص مات بموت نادر هم قالوا بيكشوا عن حقائق بعد خمسين سنة او حاجات امنية هذا القانون او هذا القانون لشخصيات مماثلة تكشف خلاص جه عمر سليمان بنته لم هل بناته شافوا احنا كمسلمين لما حد بيموت يعني قريب مننا او ابونا او امنا لازم بنكشف الوش وبنتطمن عليه وبنغسله فيه دخوص دنيا بتتعمل كده واحنا بنتفنه وبنيمه على جنبه اليمين وبنكشف الوجه مهرجش ما حكاية الصور والناس التي شاهدت عمر سليمان يعني شاهدوه في حفل زفاف فيكان شاهدوه ايضا في منطقة يمكن في الامارات شافوه اكبر من سنه وشكله غريب والتسريبات على فكر اللي بتطلع في التواصل الاجتماعي اه انا من رأيي اه 90% فيها صح ومقصود مقصود ازاي يعني احنا لو بصنا لتاريخ المخابرات احنا 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 اذا اكتبعنا على ان مصر مهددة بشكل كبير جدا 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 يبقى احنا اتفق كل الالعيب من كل الجهات ضد مصر مخططات الشرق اوسطية من اوائل التسعينات اللي قام بها بوش لحد دلوقتي بدأت بالعراق وبعدين سوريا وبعدين تونس وبعدين ليبيا يعني العالم العربي يتفكك مصر تتفكك كتير مصر تتفكك ازاي دي هتتفكك فتنة اضراب عسيان مظاهرات يعني لنفترض ونسلم جدلا ان عمر سليمان هو لا يزال على قيد الحياة وهو تم اخفاؤه باي هدف زي ما اللواء حسام خير الله مات مرتين واهله استلموا الجثة وصلوا عليه ودفنوه وخدو العزة فيه والرجل ربنا يديله الصحة وطولة العمر رضيط بكاربون العجلة وبالزبط كده ومصر المخابرات المصرية من ارقى المخابرات اللي في العالم كل هدف تاريخها بيشهد هدف امن قومي يا فاند هدف امن دولة عمر سليمان لم يفع ان يكون رئيس الجامورية هذا الرجل كان الدرع الواقي الامن مصر بعد الفاصل الدكتور محمد عن تر مدير حملة اللواء الراحل عمر سليمان هو من قام بدفن اللواء مبايني بيده فهل سيقنع الكاتبة اناس الشربجي في هذا الموضوع وبعدها ايضا سيكون في رأي خاص الكاتب الصحفي محمد الباز عن هذا الموضوع ابقوا معنا ونتبع